واسأله رب الناس في كلمة من جير التفسير اسأله 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 اتواع اذنين هو يا كداد جنهي لأدب اللي من في تورينه هو اللي من في تورينه يعني ما نشألون السياسة فميقنا وكلمة تعلم تعلم يا جنهي لأدب اسأله اتواع واسأله لأدبها وظينا لفتحرق اتواع شاهدت صريحات تهزو مصر بعد خسارة الزمالك من الإسماعيل وعتزال مرتضى منصور بالفيديو مدرب الزمالك يحمل مرتضى منصور سبب الخسارة في مباراة الإسماعيل بالاتفاق السلام عليكم لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيلوا بزر الجرسة مساكم الله بالخير عندنا سحب على ميت جوال ايفون 14 برو ماكس كل الشروط تتفرج على 20 فيديو سابقين في قناة كورا شراب وتضغط لايك ثم تكتب تم في جميع التعليقات وبإذن الله كمان شهر سيكون السحب على ميت ايفون برو ماكس شهد تصريحات تهز مصر بعد خسارة الزمالك من الإسماعيلي واعتزال مرتضى منصورة تترقب لجنة التظلمات بالاستئناف بالتحاد الكرة برئاسة المستشار عادل الشوربشي قرر محكمة القضاء الإداري في الدعوة المرفوعة من الناد الأهلية للطعن على صحة قرار تعيين لجنة الانضباط وذلك لتحديد مصير التظلمات المقدمة من محمود كهربا لعب الاهلي ومرتضى منصور رئيس الزمالك على العقوبات الصادرة بحقهما من لجنة الانضباط وكانت محكمة القضاء الإداري حددت غدا الأحد لنظر الشق المستعجلة في الدعوة رقم 48268 لسنة 77 قضاء إداري والمرفوعة من الناد الأهلية والتي يطعن الناد فيها على قرار مجلس إدارة التحاد الكرة بتعيين لجنة الانضباط بتشكيلها الحالية وهو القرار الذي يرى الأهل أنه خالف تماما للآحة النظام الأساسية للتحاد الكرة وفقا لما ذكرت مصادر القاهر 24 تترقب لجنة التظلمات القرار المنتظر صدوره من محكمة القضاء الإداري غدا بشأن دعوة الأهلية وفي ضوء هذا القرار سيتحدد مصير التظلمات المقدمة من محمود كهربا ومرتدى مصور وما إذا كان سيتم النظر في هذه التظلمات أو استمرار إيقاف نظرها وأشرت المصادر إلى أن لجنة التظلمات علقت نظر التظلمات المقدمة من كهربا ومرتدى مصور نحن الفصل في الشق المستعجل من دعوة الأهل والمقرر أن تنظر فيه محكمة القضاء الإداري في جلستها اليوم الأحد وأوضحت المصادر أنه في حال قررت المحكمة عدم اختصاصها في نظر دعوة الأهلية أو رفضت الدعوة وأكدت صحة قرار تعيين لجنة الانضباط سيحدد المستشار عدل الشوربج رئيس لجنة التظلمات موعدا جديدا ينقاد اللجنة للنظر في التظلمات المقدمة من كهربا ومرتدى مصور واتخاذ قرارات بشأنها سواء بتثبيت العقوبات الصادرة بحق الثناء من لجنة الانضباط أو تخفيف تلك العقوبات أو حتى إلغائها تماما وكانت لجنة الانضباط بالتحاد الكرة عاقبت كهربا بالإيقاف لمدة 12 مباراة بجانب تغريمه مبلغ مليون جنيه بدع إساءته لناد الزمالك وجماهيره خلال احتفاله مع جماهير الأهل يعقب مبرأة القمة الماضية بالدورية شاهد أول تعليق من مرتضى مصور وينو انسحابه من الدور المصري رسميا كشف موظر بالاتحاد المصري لكرة القدم عن رد الجبلاء على تصريحات المستشار مرتضى مصور رئيس الزمالك بشأن تقديم عدة ملافات إلى اتحاد الدول لكرة القدم فيفا وأوضح هيها بالكوم عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن مسؤولي الجبلاء ليس لديهم أزمة في قرار إدارة الزمالك وتابع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم موضحا لك وهو الحل الذي قدمه الزمالك لحل أزمة عزل مرتضى مصور وتابع المصدر أن قرارات مجلس إدارة الزمالك ستصدر بعد الاجتماع الذي سيعقد بعد قليل وسيتم عرضها في المؤتمر الصحفية بالفيديو شاهد مؤتمر مرتضى منصور اليوم الخميس وقرار انسحابه من بطولة الدوري علن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن عقد مؤتمر صحفي غدر الخميس الثاني عشر ظهرا في صلة المهندس محمد حسن حلمي داخل مقر النادي للإعلان عن بعض القرارات الهامة وضف مرتضى منصور عبر الصفحات الشخصية على موقع تواصل الاجتماعي فيسبوك ان المؤتمر الصحفي عقبهم مباشرة اجتماعا طارئا لمجلس الإدارة الساعة الواحدة وكشف الاعلامي احمد شبيرا عن اول الراحلين عن صفوف الفريق الاول كرة القدم بنادي الزمالك في المركات الصيف المقبل وقال شبيرا عبر برنامجه لذاعي مع شبيرا مشوار سامسون ايكونولا مع الزمالك انتهى وسيرحل عقب الموسم الجاري واضاف اسويرو قال كيف انضم سامسون الى نادي الزمالك هذا اللاعب لا يجب ان يكون موجودا داخل نادي الزمالك عجل محمود الخطيب يسخر من اجتماع مرتضى ماصور اليوم بعد انسحابه من الدوري اعلن مرتضى ماصور رئيس نادي الزمالك الصدر ضده قرارا بعزله من منصبه عن اقامة مؤتمر صحفي بمقر نادي بمية عقبة واجتماع طارئ مع مجلس إدارة القلعة البيضاء غد للخميسة ونشر مرتضى ماصور عبر صفحة رسمية بموقع تواصل اجتماعي فيسبوك قائلا يعقد المستشار مرتضى ماصور رئيس نادي الزمالك مؤتمر صحفي غدا الخميس باذن الله الساعة الثاني عشر ظهرنا في صارة المرحوم المهندس محمد حسن حلمي يعقب مباشرة اجتماعا طريا لمجلس الدارة الساعة الواحدة وبهذا العلان يخالف مرتضى ماصور قرار القضاء الإداري بعزله من منصب رئيس الزمالك حيث حرصت وزارة الشباب ورياضة على توضيح موقف مرتضى ماصور رئيس نادي الزمالك السابق من القرارات التي يتخذوها مؤخرا باسم دادي شاءت تعليق باتريك موتسيب برئيس الاتحاد الافريقي على إيقاف النادي الاهلية ارتبط اسم حمدي فتح لعب وسط النادي الاهل بقوة بخطوة الانتقال إلى الدور القطري خلال الفترة المقبلة في ظل المستوى الفني المميز الذي يقدمه مع الفريق الأحمر خلال الفترة الماضية وحادث جسو نابض في الساعة الماضية من جانب بعض الاندي القطرية مع جهز الكرة في صفوف النادي الاهلية بشأن فكرة تبعي حمدي فتحي ولكن لم يحصل أي عروض رسمية إلى القلعة الحمراء وعلى أرض الواقع يبقى هناك العديد من المكاسب التي قد يحققها الاهلية وذلك حل الموافقة على خطوة انتقال حمدي فتحي إلى الدور القطرية وقد يحصل النادي الاهل على مقابل مادي كبير في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة يصل إلى ثلاثة أو أربعة مليون دولار على الأقل وهو ما يساهم في تعزيز قوة الخزينة الحمراء لتدعيم بعض الخطوط الأخرى مثل خط الدفاع ومركز المهاجمة يملك النادي الاهل طفرة عديدة في خط الوسطة بالفيديو بيان عاجل من نادي الزمالك بعد عزل مرتضى منصور رسميا من رئاسة الزمالك والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة ولكن قبل أن ننهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وتمنى منكم المشاركة بأرأيكم في التعليقات ما هو سبب ظلم نادي الزمالك في الدول المصري لا تنسوا أن تشاركون بأرأيكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي